المسيح في إنجيل يحنة لقاء الرب يسوع مع السامرية وحديث وحوار دار بينهم وقال في حديثه معاها عبارة في منتهى الأهمية أنه من يشرب من هذا الماء اللي هي بتسحبه من البير يعتش أيضا أما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد ودي طبعا لها معاني روحية هنشوفها بعد لحظات حبايا وصلنا هنا في الجزئية دي في تأملاتنا في إنجيل يحنة صحر باع اللي فيه بنشوف بداية مقاومة رؤساء اليهود بطريقة أكتر وأوضح وخصوصا الفرسيين اللي ابتدت تتزايد وتتصاعد درجة وحدة مقاومتهم لأنهم شافوا إن المسيح يشكل تهديد لهم ولتعالمهم لمفاهيمهم ولسيما إنه بدأ يهاجم طرقهم ويوبخ أعمالهم علىنا قدام الناس يمكن بنلاقيه تجه نحو الشمال لمنطقة الجليل لأنه وقت الموجهة لم يحن بعد هنشوفه بعد شوية في الجزء الأول من أصحاح أربعة بنشوف حدثة في منتهى الأهمية والروعة هي لقاء السيد مع المرأة السامرية وتسترع انتباهنا على فكرة عبارة كان لابد له أن يكتاز في بداية الأصحاح كان لابد له أن يكتاز السامرة في عدد أربعة وكأنه عايز يقول أنه بحسب خطته وجدوله الزمني لازم يتم هذا الكلام والحوار ده واللقاء ده عشان كده عشان يوصل لنا أو بالأحرى يوصل للسيدة المسكينة دي المستعبدة للخطيئة واللي محتاجة لقاء مع المخلص يوصل لها رسالة الخلاص عايزة أقول حاجة مهمة عن السامرة عشان تدينا خلفية شوية عن القصة اللي احنا بصددها بنعرف أنه مملكة الشمال واللي كانت عاصمتها السامرة سقطت في أيدي الأشورين بحسب أحداث السابي في ملوك الثاني أصحاح 17 وبنعرف أن الأشورين جابوا ناس أجانب من بلاد المجاورة وسكنوهم في السامرة وابتدوا الأجانب يتزوجوا مع السامرين اليهود يعني ونتج عنهم جنس خليط غير نقي عشان كده بنلاحظ أن اليهود الأصليين ابتدوا هم كمان ينبزوا السامرين وكمان يعادوهم ويتهموهم بالخيانة عشان كده كمان بنلاقيهم يعملوا أي شيء عشان يتجنبوا المرور من خلال السامرة وعملوا حتى طرق بديلة عشان يتجاوزوا السامرة في طريقهم من أوريشاليم إلى الجليل يعني كأنه منطقة السامرة دي منطقة ناجسة مش عايزين يقربوا منها خالص قبل ما ندخل في تفاصيل القصة عايز أقول أن القصة دي مش بس عن تحول هذه المرأة السامرية وإيمانها بالمسيح لكن هدفها الرئيسي هو تماشيا مع الموضوع الأساسي لهذا الإنجيل وهو إظهار أن يسوع يسوع وحده هو المسيح المنتظر وأنه في قلب إرساليته إظهار محبة الله وقبوله للناس ككل بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو حالتهم وضعهم بين الناس خصوصهم وخصوصا الناس اللي هم واقعين يعني من قاع المجتمع مهمشين منبوزين هم اللي قال عنهم الرب يسوع في متة تسعة لو تذكروا العبارة الشهيرة لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى دول الناس اللي أنا جيت عشانهم وقال كمان لم أتي لأدعو أبرار بل خطاطا إلى التوبة في لوقة خمسة دي العينة اللي الرب جاه عشان يفتقدها وانتشلها وكان الرب كان عايز يوصل رسالة واضحة لكل الناس والعالم أجمع أنه بيحب الخطاة وشهوة قلبه وأنه غيرهم ويحولهم من خطاة أثمة إلى أبرار وقدسين بتطهير دم صليبه وتقديس روحه وأن محبته للبشر ملهاش حدود عكس المحبة البشرية المحدودة المشروطة وهنا بنشوف تكسيد رائع للمحبة اللي هي اللي توصل للجميع هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يوحنى 13 الأصحاح اللي قبله من اللافت هنا أحباقي في القصة دي أن يوحنى الرسول بيذكر تفاصيل لها معنى وهي أن المرأة جاءت جاءت عند البقر الساعة السادسة أي الساعة 12 الظهر حسب توقيتنا النهار دا وكانت النساء دايما عادة بيروح آخر النهار يروح يملوا الأجران والجرات بتاعتهم مرتين كل يوم مرة في الصبح ومرة بالليل لكن جاءت الست دي الظهر في عزة الظهر يعني مش التوقيت العادي عشان تتجنب لقاء الناس والستات التانية سواء الصبح أو بالليل والحاجة التانية اللافتة هي اللي مش معهودة هي أنه المسيح بادر بالحديث مع هذه المرأة وهو رجل يهودي وهي أمرأة سامرية وطبعا دول أعداء بحسب التقليد الاجتماعي ضيف على كده أنه سمعتها وحشة وفيه أشياء كتير لازم نتعلمها من القصة دي يا حبائي زي رب المجد بيعبر كل الحواجز بيعبر كل الحواجز عشان يوصل للخاطي بيعمل المستحيل لرب عشان يوصلك ويوصلي محل ما إحنا موجودين في واقعنا في مجتمعنا في المكان اللي إحنا فيه عشان يوصل لك بمحبته يوصل لك بخلاصه يوصل لك برسالة الحياة رسالة الغفران رسالة الشفاء ياريتنا نتعلم الدرس ده يا حبائي ونحفظه في قلبنا وبنعمة الرب نكمل حدثنا المرة الجاية بإذن الله والرب يكون معاك ويبرككم آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة